اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ما اثار كثير من اولياء الامور معبرين عن رفضهم لهذا القرار اما عن الفئات المعفى من المصروفات الدراسية فحددت وزارة التربية والتعليم قائمة بحالات الاعفاء من المصروفات الدراسية للعام الدراسي 2021-2022 بين الطلاب كالتالي واحد ابناء شهداء ثورة 25 يناير اثنين ابناء الاسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي والمساعدات والمعاشيات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي من طلاب المدارس الحكومية بجميع انواعها وذلك بعد تقديم ما يفيد ذلك ثلاثة الطلاب يتامة الاب أربعة أبناء المرأة المعيلة مهجورة العائل والمطلقة خمسة أبناء المكفوفين وديو الاحتياجات الخاصة ستة أبناء الذكور المفرغ عنهم من السجون حديثا غير القادرين وبدون دخل ثابت وذلك بعد إجراء بحث اجتماعي سبعة أبناء مصابي الثورة بعد تقديم المستندات الدل على ذلك تمانية طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رماضة بمحافظة البحر الأحمر ومدارس شمال سيناء تسعة طلاب مدارس التربية الخاصة ومدارس التعليم المجتمعي والمدارس الصديقة للفتيات والمدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة والمتحررون من الأمية الملتحقون بالمدارس عشرة أبناء شهداء وضحايا مفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأثارهم وفقا لما جاء بالقرار 45 لسنة 2020 اشتركوا في القناة